الشيخ قزافي طيب وحنين والعيبة ما تطلعش من بقه صاحب مصنع لعب أطفال وانتحل شخصية صاحبه غلطة ما عملش حسبها كانت السبب في نهايته وتحكم عليه بلقاء عشماوي أربع مرات القصة الحقيقية لسفاح الجيزة بدأ عرض مسلسل أحمد فاهمي الجديد سفاح الجيزة واللي حصل عليه تفاعل كبير جدا وناس كتير شايفة إنه مسلسل خيالي ومفيش حد كده لكن قبل ما تحكم لكن قبل ما تحكم بصيت قبل كده في صفحة الحوادث تاريخ الجريمة في مصر عمران بالقصص ينفع تتحول أعمال درامية بل بالعكس الدراما ممكن ما تعرفش توصل لنفس الدرجة من البشاعة واللي من أشهرهم كانت قصة الراجل اللي خلص على كل الستات اللي قبلهم في حياته ولمهم كلهم في شقة بلاء وما أخفاه القذافي كان أعظم فتعالوا ونطلع من المسلسل وننزل أرشيف محكمة الجيزة ونسحب ملف القذافي فرج ونقرى شوية من بين السطور بس قبل ما ندخل في القضية على طول تخيل معايا مين هو القذافي شاب متدين جدا لدرجة أن أغلب اللي يعرفوه بيقولوله يا شيخ ما بيسلمش على أخوات مراته بالإيد ولا بيرفع عينه فيهم زاكي جدا خدوم بشكل مش طبيعي أي حد يطلب منه أي حاجة في أي وقت بيعملها بشوش جدا وما بتطلعش منه العيبة القذافي من مواليد بولاء الدكرور سنة 1971 خريت كلية الحقوق لكنه ما اشتغلش في المحامة كان بيشتغل لفترة في سوبر ماركت وده بحسب شهادة الأعلامي إبراهيم فايق واللي كان جاره وقال إن كل الناس كانت بتقوله يا شيخ وإن كان أخره في الشر يقطع جبنا رومي ولمشون المهم إن قذافي كان عنده صاحب من زمان مهندس شغال في السعودية اسمه رضا عبداللطيف كان بياثق فيه ساقة عمياء مهو الشيخ قذافي برده المهم ملا دماغه بمشروعات ورده سمع كلامه وبعط له فلوس وعمل له توكيل عام فقذافي بيه باع لنفسه كل أملك رده وعمل مكتبه وفتح مصنع لعب أطفال وده بحسب شهادة مراته أخت نادين اللي كانت بتشتغل معاه في المكتبة ودي هنجلها بعد شوية وقبل ما نرجع للنادين خلونا نطير بالزمن لعشرين عشرين لحظة الأبض على القذافي بسبب خطأ سازج ما حسبهوش بتهمة السرقة وده بعدما كاميرات المرأبة صورته هو بيطلع بيت مراته الخمسة وهو لابس نقاب وبتبقى معي شنطة الكاميرا بتتبع ستة المنقبة دي لحد ما بتدخل مكان وبتخرج من القذافي بنفس الشنطة وهنا بتتثبت التهم عليه بس مش هيدي قصة اللي تقبض عليه كان اسمه ريدا عبداللطيف وهنا بتبدأ الحكاية ريدا عبداللطيف صاحب القذافي اللي ذكرنا اسمه في البداية كان أول ضحايا سفح الجيزة اللي قرر يخلص عليه لما عرف إنه راجع مصر وهيسأله عن فلوسه وأملاكه استدراجه لشأته وعزمه على عصير وأكل مسمم ريدا بياكل وبيبدأ يتقلم بينزل القذافي على دماغه بحديدة لحد ما مات وبدأ يحفر في الأرض عشان يدفنه وفعلا دفنه في الشقة وبلط عليه ودرب بطاقة باسمه عشان لو ارتكب أي جرائم تانية تبقى باسم ريدا وبعت لأهله من موبايله رسالة يقول لهم إنه تقبض عليه في مظاهرة وأهله بدأوا رحلة البحث عن ابنهم المختفي وفي الوقت اللي فيه رحلة البحث عن ريدا مستمرة كان القذافي بيكتب نهاية الضحية التانية مراته فاطمة واللي أخدت منه 400 ألف جنيه ورفضت ترجع همله فاضطرته إنه يستدرجها ويسربها العصير إياه وكسر رأسها وحطها في الديب في ريزر قبل ما ينقلها على شقة بولاء الدكرور ويدفنها جنب صاحبه وفي وسط كل ده القذافي كان على علاقة ببنت اسمها ندين فاكرانها اللي كانت شغالة معاه في المكتبة اللي كان مشغالها بفلوس ريدا وبحسب التحقيقات كان فيه علاقة غير شرعية بينه وبينها لكنه قذافي قرر يتجوز أختها وهنا الندين هددته فمصرها كان جنب ريدا وفاطمة تحت البلو قذافي مع زيادة البحث عن ريدا قرر إنه يعمل الكبيرة ويمتحل شخصيته ويطلع بطاقة باسمه ويطلع على سكندري وهناك قابل واحدة وتجوزها وأقنعها تبيع شاقتها ونصب عليها في 45 ألف جنيه ولما أصرت تاخد فلوسها قال لها تعالي خدي بيها بضاعة واستدرجها على المغزن هناك واتدفنت زي اللي قبلها وبعدها اتجوز الخمسة اللي كان على قديها فضحته بعدما سرق مجوهراتها وتكشف من كاميرات المرأبة وتحكم على القذافي أربع أحكام أعدام وحكم بانتحال شخصية صديقه المتوفي وسلمت النيابة الأسر رفات الضحايا الأربعة لكن الخلاف كان على جثمان ندين اللي رفضت أسرتها لأعتراف فإنها بنتهم لأنه كان وهيمهم إنها سفرت فرنسا مع منطق سوري عشان تشتغل في الإعلانات والتمثيل لكن الطبيبة الشرعية المسؤولة عن سحب العينات من الأم والجثة والتي تعتبر شاهد الإثبات في القضية أكدت إن عينات الجثة تطبقت مع عينات الأم واللي بيثبت صلة الأرابة وإن الجثة لنادي واعترف رضا قدام المحكمة بجرائمه الأربعة وإنه تجوز أكتر من سبع مرات ولسه القضية مشكوك فيها إن فيها أسرار كتير لسه القذافي مألهاش وما ظهرش لها أي دليل بل ده مستحيل كنت تشك في سلوكه وكان متدين وبشوش بيساعد الكل ولسانه كان حلو فياترى فيه كم سفاح عايش في وسطينا ومتداري ورا وش البراءة والتدين وما نعرفوش